تماماً ليست متماسكة بل غير مترابطة ولا منطقية والأرقام التي جاءتنا في خطاب الموازنة جاءت متناقضة تماماً فزي ما تفضل زميل خالد بيك عندما ضرب النائب مرتين على رأسه نحن نحفز أنفسنا ونجهز دفاعتنا ضد رفع الدعم عن الخبز وجدنا أن الأمر ليس خبزاً ولكنه محروقات وكهرباء وكل ما يخطر على بالك وقائمة كبيرة من المواد والسلع والمواد الغذائية حتى الرس حتى الحليب حتى الأدوي ولكن في بداية المناقشة في اللجنة المالية وللأمانة أن النواب هذه الدورة قد حضروا أكثر ثلاثة أضعاف اللجنة المالية مع اللجنة المالية لاهتمامهم بالأمر وهذا يدل على أن النواب مهتمين لما يحصل وما للوقوف بتوجيهات الحكومة التي تستهدف مواطننا الكريم كان الحراك واضح وعندما تولى الأخ خالد موضوع المذكرة النيابية تقبلها الزملاء بمنتهى الرضا والشغف وأنهم سوف يقفون موقف رجل واحد ضد هذه الضربات يعني ما صارت كل مرة لا 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 خالد حبيبنا لا لا وقعنا وترجعك وتعلم من هنا وبوص على جبهة كان مجرد ما طرحت الفكرة تسابق وتدافع تدافع جميعا وهذا يدل على أن المجلس النواب وهذه بأمانة وليس استعراض أمام الشعب الأردني للأمانة أن مجلس النواب قد انتصر للشعب تماما لحتى هذه الساعة في توقيعهم على هذه المذكرة لأن هذه المذكرة تعني بالمطلق أن النواب لا يوافقون على رفع أي سلعة أو خدمة لهذا الموسم مهما كان الثمن دكتور بركاتة ليس المهم أن نقول لا ولكن المهم أيضا أن نوفر البديل يعني اليوم الحكومة بتقول لك أنا بدي 540 مليون سيدي وهذا ليس أيضا استعراضا ولا استغابة للحكومة ولكن هذا ما سوف أقوله أمامك وأمام الشارع الأردني وأمام الحكومة التي تسمع وترى أن هناك عشرات البدائل قدمت لهذه الحكومة ولكن زي ما فضل زميلي خالد أن هذه الحكومة وكأن أي فكرة تقدم أو أي طروحة أو بديل يقدم من مجلس النواب مرفوض قبل أن يناقش مرفوض جملة وتفصيل يا سيد البدائل كثيرة وقيلت ألاف وعشرات المرات قلنا خلينا نجمع أغلب المختصين في الشؤون الاقتصادية والضريبية والمالية ونجتمع إحنا ويهم على فترات مع اللجنة المالية ونستطيع من خلالهم أن نتلقى مزيدا من الاقتراحات والبدائل لعلنا